خلينا ناخد مزيد من التفاصيل وكواليس وإيه اللي ممكن يحصل وتوقعات النقد الرياضي سابري سراج مساء الخير يا فندم مساء الخير يا سيدا شكيس مساء الخير على حضرتك توقعات إيه يعني كاس العالم السنادي غريب يعني محدش عارف إيه اللي بيحصل إيه آخر المفاجآت يعني خروج ألمانيا من شوية ده خروج يعني أعتقد أنه هتبقى ليلة حزينة في ألمانيا وليلة سعيدة في اليابان وفي أسبانيا أدينا كده حصات سريعة لمباريات الدور الأول هو طبعا اللي بيحصل في كاس العالم من بدايته جنون يعني ما فيش وصفة أكتر من كده البطولة بتقدم أفضل نسخة لها في آخر نسخة يبقى فيها 32 منتخب بتقدم الحقيقة أفضل أداء ممكن لواحد يشوفه في حياته في كاس العالم منتخبات كلها متقلقة منتخبات كلها مستعدة كويس جدا فكرة إقامة كاس العالم طبعا حتى ولو كان على سبيل الاستثناء أنها تقام في منتصف الموسم دخلت المنتخبات كلها اللعيبة كلها جهزة بدنيا بشكل ممتاز عن اللي كان بيحصل في النسخ السابق احنا متعودين كاس العالم بيبقى في الصيف بعد انتهاء الدوريات فبتكون اللعيبة مستهلكة أكتر بدنيا دلوقتي كل اللعيبة موجودة في أعلى مستوى فني وبدني لها فبنشوف نسخة استثنائية جدا من كاس العالم خصوصا كمان إن قطر دولة مساحتها صغيرة وبالتالي ما فيش انتقالات كتير وما فيش صفر ما بين المدن وبعضها عشان فاللعيبة بترتاح فترات أطول وما بتبزلش مجهود كبير في الصفر ما فيش مجهود صحيح بالضبط كل ده يعني من الحاجات اللي أسارت جدا نشوف مرضوط قوي جدا ونسخة استثنائية الحقيقة في كل شيء من كاس العالم منتخبات صغيرة عملت نتائج كبيرة ومنتخبات صغيرة اكتدت بشكل سيء جدا ثم انتفضت انا عايزة أخص بزيك اتكلمنا عن ده يعني قولي المنتخبات الكبيرة اللي عملت مفاجآت وفيه خرج منها وبعدين المنتخبات اللي ما كانش متوقع انها تحقق النتيجة دي هو طبعا فكرة ان احنا بداخلين الجولة التالتة من الجروب ستيج وفيه 27 منتخب عندهم الفرصة انهم يصعدوا دي حاجة ما شفناش قبل كده فده يعني شفنا تقارب كبير في المستويات وشفنا منتخبات كبيرة ما اتدتش البداية العظيمة اللي هي كانت تاخد مثلا ست نقاط في أول مطشين فتبقى مرياحة في المطش التالت ده ما حصلش كتيغ غير يمكن مع فرنسا والبرازيل غير كده المنتخبات كلها تعثرت في الجولتين سواء الأولى أو الثانية ودفعوا فيه منتخبات دفعت اللي تجيجي ده أو تمن ده زي منتخب ألمانيا النهاردة ألمانيا الحقيقة بقى لها كم سنة بتمر بفترة اهتزاز كبير في المستوى رغم كل السيستم اللي عندهم والعلم الكبير اللي عندهم والشغل اللي هم بيعملوه لكن يبدو أن في مشاكل في التطبيق قدت أن احنا نشوف في الأربع سنين فاتت من النسخة اللي فاتت في كاس العالم ونشوف ألمانيا في مستوى مش المفروض أنها تكون أو ما تعودناش أن احنا نشوفه منها أقول لك أن ألمانيا قبل البطولة دي هي أكتر منتخب سجل في تاريخ كاس العالم صحيح تيجي البطولة دي وتخرج 237 جولت المسخ طبعا وتخرج حتى ما توصلش للستاشر يعني أنه ألمانيا ما توصلش للستاشر دي برد مفاجأة كبيرة لكن أنا مش عايز أقول أنها متوقعة لكن منطقية منطقية قياساً باللي بيحصل مع ألمانيا أو بيحصل في منتخب ألمانيا خلال السنوات القليلة الماضية يعني لكن تظل برضو مفاجأة كبيرة أن بطل كبير زي ألمانيا يخرج من كاس العالم من الدور الأول في مجموعة تضمه هو إسبانيا ومنتخبين ما لهمش تاريخ كبير في البطولة زي كوستاريكا واليابان ويحرجوا ويخسروا من اليابان اللي هي المصنف الثالث في المجموعة وكانوا قابق أو سيناء وأدنى في وقت مباراة أنهم يتعادلوا أو يخسروا قدام كوستاريكا أنا بس عايزة قبل ما تسيبني تقول لي مثلا توقعاتك لدور التمانية مين اللي هيروح الدور التمانية؟ ما إحنا يعني أظن يعني توقعات من اللي هيتخلوا 16 ويلعبوا توقعات يعني حقول لي حضرتك أنا أصلا مش من الناس اللي بتحب تتوقع خصوصا كمان إحنا بنستلم عن نسخة مجنونة بكل المقاييس صحيح يعني أي كلام ممكن يتقال عن توقعات هو هيبقى يعني ضرب من الهوى والخيال وتبمين الحسان الأسود يعني حتى الحسان الأسود في كاس العالم السنة دي مش معروف يعني أنا ممكن رشح لك المغرب جدا المغرب المغرب منتخب قوي جدا والحقيقة كانت من بداية البطولة هو كان في الأقعب مجموعة كلنا بنسمع مجموعة الموت قبل البطولة يعني معا بلجيكا المصنف الثاني على العالم ومعا كرواتيا اللي هي ثاني كاس العالم اللي فات في المغرب الحقيقة نظرية على الورق كانت فرصته ضعيفة في الصعود قدم مستوى كبير جدا وعمل مفاجأة كبيرة بأنه هو يصعد أول مجموعة منتخب يمتلك قدرات كبيرة جدا على مستوى اللاعبين كأفراد وخبراتهم في الدولية لا ومهارة وفتنس لحد آخر ديئة طب كلمني برضو عن المنتخبات الإفريقية يعني السنغال برضو وغانا السنغال طبعا مشروع ممتد أصلا من سبع أو تمان سنين مع الو سي سي مشروع من ساك منكد علينا هو ممتد عملوا منتخب كبير جدا واستنوا عليه وصبروا عليه سنين بيتبني فاللي بيحصل مع السنغال حقيقة أنا مش شايف أنه هو مفاجأ خالص إحنا كان حظنا سيء جدا أو مش حظنا هو بعض الاختيارات الخطيئة هو التأدير الإداري الخاطئ من المسؤولين عن الكرة في مصر سواء المدير الفني للسابق لمنتخب مصر أو الأسبق لمنتخب مصر أو اتحاد الكرة بأننا نحن نلعبش مطشات ودية تحسن من تصنيفنا فنضطر أن نحن نبقى مستوى تاني ونقابل منتخب السنغال اللي هو تصنيف أول في البلاي أوفس عشان نوصل إلى كاس العالم فكانت منهم لله اللي عملوا كده والله يعني منتخب كبير جدا منتخب السنغال طبيعي جدا ومكانة طبيعية جدا الحقيقة منتخب كبير كل اللعبتوا لعيبة كبار وممتازين على المستوى الفني والمهاري والبدني وكل شيء أنهم يكونوا موجودين في دور الستاشر أكيد أخر سؤال أستاذ صبري يعني عزرا على المقاطعة بس أخر سؤال سريعا جدا قل لي مين اللاعب اللي ظهر في كاس العالم ومين اللاعب اللي أخفق أنا بشوف يعني فيه لعيبة كويسة لكن قدمت نسخة ممتازة منها ولعيبة بوتينشل جدا زي محمد قدوس لعب غنى ده من اللعيبة الممتازة جدا الصغيرة في السن هو بيلعب في آيكس أمستردام ودلوقتي فيه كلام برشلونة بيفكر فيه لعيب سجل في المباراتين السابقتين هدفين بيقدم مستوى كبير فيه لعيب أعاب اكتشاف نفسه زي مراطة مهاجم أسبانيا اللي هو كان أبن بطولة أصلا فيه ناس بتتكلم ليه مراطة أصلا يروح المنتخب ومبدأش بشكل أساسي في أول مباراة لكن عمل رقم تاريخي يسجل في ثلاث مباريات متتالية في دور المجموعات ودي مفيش لعب أسباني تاني عملها قبله هل ميسي غير محظوظ يعني ميسي كاس العالم بالنسباله السنة دي غير محظوظ يعني كمان ضربة الجزاء اللي ضياعها مع الأداء مع الخسارة أمام السعودية يعني إحساسك إيه؟ هم طبعا اتفاجئوا بخسارة مطوية قدام السعودية ودي يعني منتخب كبير شايف إن هو نازل لعب منتخب أقل منه فكان فيه شوية مش عايزة أقول استهانة بالخصم لكن مدوش المباراة حق قدرها فكان عقبهم سريع جدا أن هم يخسروا المباراة دي المباراة تانية تعرضوا لضغوط شديدة جدا فما كانوش قادرين أن هم يلعبوا الكرة المميزة للأرجنتين لحد ما سجلوا وحصل لميسي عيط وشوفنا بابلو إمار على الدكة كان يعني تقريبا رحوا حتطلع بعد الجون ده ما جيه بدأت الأرجنتين تلعب الوقت المتوقف في وقت كويس وتقدم مباراة ممتازة جدا في المباراة الثالثة ميسي يعتبر آخر كاس عالم ليه الناس دايما أنا بأعذره في حاجة يعني الناس بتقول دايما بتقارن ما بين ميسي وكريستانو ورونالدو لما ما حدش تفكر أن رونالدو ياخد كاس العالم إنما كل الناس بتفكر أن ميسي لو ما أخدش كاس العالم مش هيبه الأعظم في التاريخ لأن دايما النسي محدود في مقارنة مع مرادونا ده عبت كبير جدا خصوصا إن الجيل الحالي من المنتخب الأرجنتيني وفي السنوات اللي فاتت لا يرقى أبدا للجيل اللي كان بيلعب مع مرادونا ولا الجيل اللي كان موجود حتى في الضيات الأساسية أنا باتفق معاك إنه إحنا أمام نسخة استثنائية بكل المقييس في حاجات كتير وفي المباريات والمنتخبات وحاجات كتير جدا وبرده أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا الناقد ريادي صبري سراج بشكرك شكرا جزيلا